قرار أوبيك بلس بخفض إنتاج النفط يعيد التوتر بين التحالف وواشنطن إلى الواجهة من جديد القرار شكل أكبر تخفيض من نوعه في عامين بمليوني برميل يومياً في وقت لم تقطع الدول المستهلكة بقيادة الولايات المتحدة دعواتها على مدى أشهر لأوبك بلس بزيادة الإنتاج بهدف خفض الأسعار لكن التحالف وصل تجاهل تلك النداءات أثار القرار السياء الإدارة الأمريكية فهو يأتي في توقيت سيء لأجندات الرئيس جو بايدن السياسية وللحزب الديمقراطي بتوقيته الذي يسبق بخمسة أسابيع فقط انتخابات التجديد النصفي للكونغرس فور صدور القرار أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خيبة أمله وصفاً خفض الإنتاج بالقرار قصير النظر معتبراً في بيان أصدره البيت الأبيض أن خفض الإنتاج سيضر بالدول التي تعاني أصلاً من ارتفاع الأسعار بينما يتعامل الاقتصاد العالمي مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية البيان قال إنه في ضوء إجراء اليوم ستتشاور إدارة بايدن مع الكونغرس حول أدوات وسلطات إضافية لتقليل سيطرة أوبيك على أسعار الطاقة أما المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جانبير فقالت أن القرار يشكل خطأ مضيفة من الواضح أن أوبيك بلاس يقف إلى جانب روسيا في المقابل بدى واضحاً أمس حرص المنظمة على النأي بنفسها عن السياسة والتأكيد أنها تصع فقط إلى استقرار الأسواق وتوزنها وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان أكد أن أوبيك بلاس لم تمارس سياسة عدائية تجاه أي طرف وملتزمة بمصالح المنتجين والمستهلكين على حد سوى وبدوره أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن قرار خفض الإنتاج فني وليس سياسيا مضيفاً لن نحاول أوبيك لمنظمة سياسية ينضم إلينا من الرياض أحمد ركبان الباحث السياسي والخبير في العلاقات الدولية أستاذ أحمد أهلاً وسهلاً بك برأيك ما مستقبل العلاقة الآن بين تحالف أوبيك والولايات المتحدة بعد هذا القرار خفض الإنتاج؟ أولاً مساء الخير لكم يجب الحقيقة أن تحترم منظمة أوبيك خاصة بتعاملاتها من خلال إنتاج البترول على مستوى العالم ولذلك هي دائماً تراعي مصالحها الحقيقة الخاصة بالدول سواء كانت الدول الصغيرة أو الدول الكبرى المشتركة في أوبيك اليوم الحقيقة عندما ننظر إلى ما يحدث لروسيا وكذلك للولايات المتحدة الأمريكية فيما إذا كانت هذه المصالح تعنى بهذا أو ذلك يجب الحقيقة أن تكون منظمة أوبيك تراعي الظروف الاقتصادية على مستوى العالم انخفاض إنتاج البترول 2 مليون برميل يومياً أنا أعتقد أن هذا أيضاً لصالح جميع المنتمين إلى منظمة أوبيك ليست حقيقة على القصد من ذلك إذاء دولة عن أخرى أنا أعتقد أن حقيقة أن روسيا تعتبر هي من الدول المهمة جداً والجادة في عملية استهلاك البترول على مستوى العالم ولذلك يجب الحقيقة أن يكون هناك توازن وهذا ما عملت عليه المملكة السعودية بالتعاون مع منظمة أوبيك في عملية التوازن في الأسطار والتصدير لا بد الحقيقة عندما يثار مثل هذا الجدل أو يثار مثل هذا اللغة يجب الحقيقة أن ندرك ما هي المصالح التي تسعى إليها منظمة أوبيك ويتعرف حقيقة المنظمة تدرك تماماً أن مصالحها يجب الحقيقة أن ترتبط بشكل يومي وبشكل شهري وكذلك أيضاً على مستوى العام فأنا أعتقد أن هذا القرار الذي يتخذ أمس في منظمة أوبيك نعتقد أن القرار يتناسب مع كافة المنظمات أو كافة الدول التي تتعامل مع مصدري البترول أستاذ أحمد هل بمقدور تحالف أوبيك بلاس أن يصمد أمام الضغوط الأمريكية الآن؟ بلا شك نعم حقيقة لأنه مثل ما ذكرت لك طبعاً هي طبعاً كل فترة تتغير عملية الأسعار وتتغير أيضاً عملية الحقيقة حجم الإنتاج اليومي لكل دولة وخاصة أن المملكة السعودية تعتبر هي من أولى أو أهم الدول في منظمة أوبيك ولذلك هي تراعي مصالحها الشخصية أنا أظن الحقيقة هي مسألة وقت جداً حتى تتزل الأمور ولا يكون في تضخم كبير في سوق البترول على مستوى العالم أنا أعتقد أنه هي مسألة وقتية ولكن ليست مسألة ضغوط الولايات المتحدة الملكية بالأكس الولايات المتحدة الملكية تدرك تماماً أن منظمة أوبيك تسعى دائماً لمصلحة الجميع وليس لمصالح الشخصية دون أخرى وليست عداء كما يصفها البعض من الساسة أنها عداء لدورة دون أخرى أنا أعتقد المملكة لديها توازن عقلي في التعامل مع مثل هذه الظروف نعم لكن واشنطن الآن بحاجة لمنع تفاقم الأزمة ما هي الأدوات التي تمتلكها كأدوات لتستخدمها مقابل هذا الخفض في الإنتاج هل هي ستكتفي باستخدام الاحتياطي أم أنها قد تلجأ إلى إقرار قانون نوبيك ماذا باستطاعتها أن تفعل؟ لا أظن ممكن تلجأ هي لجأت في السابق للاحتياطي لكن أيضا هناك دول سبق الولايات المتحدة إمريكية سبقا عملت عليها حظر خاصة فيما يعناه بالدول المجاورة لولايات المتحدة إمريكية أنا أعتقد أنها تحالح هذا الحظر حتى يكون هناك على الأقل سد فراغ لحاجة البترول في الولايات المتحدة إمريكية لديها حلول كثيرة لولايات المتحدة الإمريكية بالمناسبة هي لا تعتمد فقط على الاحتياط لديها أو تعتمد على أنها تتخذ قوانين أو بالعكس كلما سنت قوانين مضادة نعتقد أن يكون هناك صعوبة أكثر في التعاطي على مثل هذه الأمور فأظن الحقيقة لديها حلول كثيرة وأتوقع الولايات المتحدة الأمريكية ستعلن خلال يومين القادمين عن حزمة من الحلول لديها فأعتقد الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرة الكاملة في أنها تتعامل مع هذه الأزمات لكنها فعلا تؤكد عليها لكن مثل ما ذكرت لك لديها حلول ولديها أيضا بدائل طيب أستاذ أحمد قرار خفض الانتاج هذا والوضع الاقتصادي الذي تعاني منه الولايات المتحدة سيكون ورقة قوية في يد الجمهوريين لتوجيه انتقادات سياسية لسياسات بايدن الاقتصادية هل يزيد ذلك من الضغوط على الإدارة الأمريكية حاليا؟ والله شوف إذا ذكرنا الضغوط الإدارة الحالية منذ أن تولت الولايات المتحدة الأمريكية رئاسة بايدن هناك ضغوط كثيرة على بايدن في كثير من المجالات وليست فقط على المجال البترولي وإنما حتى الأزمات الاقتصادية داخل الولايات المتحدة الأمريكية نشوب الفاقة لديهم كثرة البطالة تعاملاتها مع بعض الدول التي مع الأسف الشديد عدائية للسلام على مستوى العالم أنا أظن الحقيقة ليست فقط هذه المسألة ولكن هناك مسائل كثيرة تتعرض لها الولايات المتحدة الأمريكية سيد أحمد في سؤال آخير وباختصار طبعا قلت أنه ليس هناك عداء بين الدول والسعودية تزن تماما هذه الأمور لكن اليوم بين القرارات أوبك وبين قرارات الولايات المتحدة البعض يوصف هذين الأمرين بأنه بدأنا أو دخلنا في حرب ما تسمى حرب طاقة هل تتفق مع هذا التوصيف لهذين الإجرائيين من قبل أوبك والولايات المتحدة؟ لا أشوفوا لا يجب الحقيقة أن نوصل لهذا الأمر على أنه حرب طاقة لا هي بالعكس هي ظروف تحل على مستوى العالم ونعتقد أنها مرت أوبك بأزمات كثيرة جدا منها أزمة كورونا ولذلك ليست المستهدفة لولايات المتحدة الأمريكية لا يجب الحقيقة أن نكون أكثر حدة في التعاطي مع مثل هذه الأحداث هي أزمة حالية أزمة نشبت في الأول الأخيرة خاصة في حرب روسيا مع أوكراني وأنا أظن الحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها حساسية عالية ومفرطة خاصة لدى الجمهوريين بأن أي تحرك في البترول يجب الحقيقة أن يؤخذ من هذا المقر أنا أظن أنها أزمة مؤقتة ستنتهي قريبا لكن مثل ما ذكرت لكم أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها حلول وأنا أظن لديها حلول حتى لعام كامل لديها حلول لكن هي المسألة تعاطي الجمهوريين مع الوسائل الإعلامية الأمريكية هي التي جعلت من الأزمة أن تكون متفاقم مع المستوى العالم ولا يجب الحقيقة والمملكة السعودية بالمناسبة متى ما شعرت أن هذه الأزمة ستتفاقم لأعلى مستوى أظن أن الساسة في المملكة السعودية بالتعاون مع أوبك سيحلون المشكلة قريبا بإذن الله بإذن الله أستاذ أحمد ركمان الباحث السياسي والخبير في العلاقات الدولية شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات شكرا جزيلا للمشاهدة